ستوديو رئيس المجلس الشعبية البلدي لسيدي موسى بالعاصمة سيد علالة البوثلجة مرحبا بك صبح الخير وشكرا على الاستماع العفو طيب الوزير الأول خلال اجتماعه بالولاد تركز على عديد النقاط من بينها دور المنتخبين في دعم الاقتصاد الوطني هذا النقطة أو هذه الكلمة تكررت كثيرا في كل أو أغلب الكلمات التي ألقاها مؤخرا يركز دائما على دور البلدية في ربما دعم نفسها تمويل ذاتها بذاتها إلى أي مدى نجحتم في ذلك إلى حدية الساعة بسم الله الرحمن الرحيم أنا نظن بهذا اللقاء على الحكومة مع الولاد بحضور المتعامل الاقتصاديين وحضور جانب من المنتخبين كانوا وطنيين أم محليين نظن بهذا هو سابق أو بادرة طيبة ونظن باللي البالح في الخطابات لأننا كرواسة بلديات مع تنفيذ الولاية تابعنا الأشغال مباشرة من مقر الولاية نظن باللي سمعنا الكثير من الكلام الجميل واللي يفتح أفاق جديدة ويوجه يعطي التوجهات الجديدة إلى الدولة من حيث إعادة النظر في الدور البلدية كجامعة محلية في المساهمة في رفع واتير الاقتصاد الوطني ومواكبة هذه الديناميكية الجديدة التي حبينا كدولة جزائرية نحطها والتغيير عن نمط الاقتصادي المشي فيه السلطات العمومية إن شاء الله سيكون مواكبة له تشريعات وقوانين وممارسات جديدة لتخلي البلدية حقيقة تقدر تساهم في الدفع بالوثيرة على الاقتصاد الوطني نقول البلدية كهيئة كمنظومة الهدف انتاح الأسماء والأول هو أنه دير اكتفاء ذاته من الجانب المالي لأنه علاش سيد الوزير الأول البارح أركز كثيرا على ميزانية التسير لأنها تأخذ الكثير من ميزانية الدولة لما نوصله أنه كل بلدية على الأقل يعني دير اكتفاء ذاته من حيث الميزانية تعتسير تحها أقل شيئا أنه البلدية تساهم في الاقتصاد الوطني من حيث الرفع من الضغط الموجود على ميزانية الدولة وعلى الخازينة العمومية هذا كهدف أول تصريح الوزير الأول الذي كان مشابها لجملة من التصريحات السابقة يدل على أنه ينتظر المزيد يعني لم نصل إلى ذلك الحد الذي ربما يرضي الحكومة أو يرضي الدولة في الاعتماد على الخزينة بشكل جزء ربما يتوافق مع ما يمكن أن تأتي به البلدية من خلال استثمارات أخرى أو استغلال المرفق العام مثلا إلى غير ذلك من المدخيل أكيد ما زال موصلناش ولازم مجهود استثنائي مجهود إضافي ليش موصلناش لأنه إحنا بصدد بداية التغيير لأنه هذه الأزمة الاقتصادية والظروف الجديدة التي دخلت فيها البلاد ما عندها عشرين سنة عندها عام ونص أو عامين طيب على الأقل منذ سنة في قانون مالية 2016 يعني كان فيه عديد الإجراءات المتعلقة أو التي تصوب في هذا الإطار ما الذي ربما تحتاجونه من أجل تفعيل هذا المبتغى والوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه على أرض الواقع شوف إحنا وش نحتاجه نحتاجه المرافقة نحتاجه الكثير اليوم نتكلم على الاستثمار مثلا في البلدية نقولوا بلي البلديات لازم تخلق ثروة ولازم ندير استثمار اليوم لازم نفهمه البلدية ما زالت ما لحقش للتحول هذا لأنه لنش اليوم لك نتكلم عن الاستثمار الركائز للإستثمار موجودة خارج جد ورأس البلدية وخارج البلدية لأنه علاش ملف الاستثمار يتحط على مستوى الولاية العقار يسير من طرف الولاية وخاص البناء تسير من طرف الوكل الوطني لتطوير الاستثمار هذه منظومة وضعتها الدولة وهذا المنظومة البلدية خارجة منها يعني البلدية هنا ملزومة لها فقط كما قال سيد الوزر اليوم المهمة انتحارة محصورة في تحسين جاذبية الاستثمار البلدية ومرافقة لمستثمرين هذا هو الدولة المرسيم المعمول بها الآن هي غير كافية من أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع بالنظر إلى أن صلاحيات البلدية لا تحدث أن تكون مرافقة أو جاذبة الاستثمار كما ذكرت لأنه ذكرت أن الوالي هو من يملك أغلب الصلاحيات في ربما دعم وضبط الأمور داخل هذا الحيز المدني المشكلة ما هوش فيه من عنده الصلاحيات ومن ما عنده الصلاحيات نحن لما نطلبوا حاجة يعني من البلدية لازم البلدية هذه تكون يعني داخل المنظومة هذا هو المشكلة معناش مشكلة معناش يعني مركب نقص أنه الوالي يتحكم ولا آخر يتحكم أهم شيء هو أنه البلدية تستفادم لاستثمار وتواكبه وتلافقه الاستثمار هذا يصبح منتج هذا هو أهم شيء ما وش عند من وش كون وش كون لي سير المهم أنه البلدية لازم مدام نطلبوا منها أنها تواكب هذا الشيء لازم يكون عندها دور محواري في العملية لازم يكون عندها رأي ويكون عندها يعني نقوله روح المبادرة لازم نحرر المبادرة تعل الأمير من حيث التصرف في 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 المنطقة البلدية الشيء ليعطيها دفع آخر ويعطي الرأس البلدية هذا الدفع ليعطيها باش نكون نتبع الواتيرة كما نقول طيب ذكرت سيد علال نقطة مهمة وهي المبادرة هل يخاف المسؤول المحلي أو المنتخب من المبادرة والله هشوف كين كين عدة وجه للمبادرة ماهوش ماهوش خوف قد ماهو نقوله عقلية ومنظومة هذا هو لما نتكلم عن الخوف ما كاش حاج يسميه الخوف الموسي المسؤول المنتخب يرضى إلى تحسين صورته في خلينا نكون واضحين هذا الشيء الغالب يعني الموجود في مجتمعنا الجزائري المواطن يعني ما يملكش تلك الثقة يعني اللازمة والمسؤول على أنه يحصل نفسه من كل الجوانب مع الحفاظ على صورة يعني جميلة أمام المنتخبين هذا ربما ما يعرق ذلك المسار نحو يعني طرح أي مبادرة قد يعني تحضر بالقبول أو الرفض من قبل المنتخبين أنا أقول لك باللي المشكل ماهوش مشكل خوف اللي يأخذ المسؤولية المسؤولية ما كاش يابدريسك زيرو يعني ما كاش ما كاش مستوى المخاطر في السفر هذه من جهة من جهة وحدة أخرى أنا أقول لك باللي المشكل هو مشكل في العقلية وفي المنظومة لو كان يعني إحنا ورثنا منتخبين ورثنا رؤسة بلديات اللي المبادرة حم حرة يعني ورئيس البلدية يمشي بها الأمام نظن باللي المشكل ما يكونش هذه المشكل كان في العقليات أنا نظن باللي الدولة اليوم هي يتقول باللي لازم نغيروا النظرة مدام نقولوا لازم نغيروا النظرة يسمح حتى النظرات على البلدية مقبل لأنها كانت جامعة محلية عندها نامة انتخابية نامة خادماتي تقدم خدمة عمومية في التلت سنوات اللي مضات هذه عملنا كثير على تحسين الخدمة العمومية اليوم لازم نخدمها على الجانب الاقتصادي حتى أنه سيد الوزير الأول الأول مرة يذكر أنه قال الحملة الانتخابية لازم تكون مركزة على الاقتصاد معنتها أنه الحملة الانتخابية اللي سبقت كانت مركزة على تقديم الخدمة العمومية أنا قلت لك أنه اليوم همشي أنه ركزوا على تحسين الجاذبية على الاستثمار بالنسبة للبلدية لما البلدية تكون كان الإطار المعيشي الحسن في الإقليم تلك البلدية لما البلدية تكون مهيئة يعني التهيئة نتكلم عن التهيئة من كل جوانب نظن باللي هذا ليعطي ثيقة المستثمرة يمشي للبلدية والبلدية الأخرى وكذلك لازم نأخذه على الاعتبال الخصوصية على كل بلدية البلدية سمعنا وزير الفلاح تكلم جميل لازم حتى البلديات ليقليمتها فلاحية وهذه البلديات لا يشغل كثيرة مثل 40% من البلديات هذا القطاع الفلاح يجب أن يساهم كذلك في تحسين المداخل البلديات بطريقة أو أخرى والتاني يجب أن يواكب الصيروران تعنموها وندخلوه في حوار مباشر ما بين كامل الفاعلين في المجتمع حتى الفلاحين يجب أن يدخلوه مع رئيس البلدية في حوارات ونتكلم على ليجان محلية لتدرس ما هي أحسن السبول لكي نرفعوه من المداخل البلديات ونلحقو بها إلى مستوى المطلوب فيه أطروحة تقول كذلك بأن رؤساء البلديات وصلاحيات التي يملكونها اليوم الموجودة حاليا لا نحلم يعني إلا نتكلم عن المستقبل لم يأتي بعد يعني تجعلهم ربما لا يتحكمون في مشاكل يعني صغيرة يعني عن مستوى الخدمة العمومية كما ذكرت مثلا فيه الكثير من البلديات لا نعم من نقول كلها لكن فيه الكثير من البلديات لم تتحكم في مشكلة النظافة إلى حد ساعة لم تتحكم في مشكل إنارة العمومية إلى حد ساعة يعني هذه المشاكل التي هي تمثل خدمة الصالح العام التي هي منوطة بالبلدية لم تسوى إلى حد ساعة فكيف نتحدث ربما عن دور اقتصادي عن دور يعني يدعم الخزينة خزينة البلدية إلى غير ذلك من الأدوار التي تطمح إليها الحكومة الآن يعني هل يتساير أو يسير خطاب الحكومة مع خطاب رؤسة البلديات بشكل متوازي أنا قلت لك بالأهم شيء يجب أن نمر لي هو الجاذبية تحسين الجاذبية من خلال تحسين إطار المعايشة الموطة هذا كلام التي تقول فيه لما البلدية اليوم لا يستطيع أن تتحكم في المشكلة عن النظافة لا يستطيع أن تتحكم في المشكلة عن الإنار العمومية لا يستطيع أن تتحكم ولكن لازم نكون واضحين أن هذا المشكل عن النظافة الذي دائما يرجع هو مشكل عن الناس كامل وليس مشكلة على رئيس البلدية وحده اليوم نعطيك مثلا في ولاية العاصمة كان حوالي سبعة أو ثمانية مؤسسات ولائية لداخل المنظومة عن النظافة والبيئة وزيادة عن البلديات أنا نقول باللي هذه مسؤولية الجميع أنا نقول باللي هي مسؤولية ثقافة مسؤولية عن المواطن أكثر منها مسؤولية المؤسسات نحن كمؤسسات لازم نعمل على الجانب هذا لازم نطوره لازم نعمل عليه ولكن كذلك لازم المواطن يرافق أنا نقول باللي هذه مشاكل مركبة ومشاكل لازم نعمل عليها على سنوات على مدى متوسط لازم نحط كذلك استراتيجية واضحة لازم نمشي إلى تريسيليكتيف تعالى النفايات لازم نمشي إلى المراكز انتعرض ما هذا هو مراكز إعادة الاستغلال على الطاقات هذه المتجددة كثير من الجوانب لازم تحضر ولازم تتقاطع في هذا المشكل عن النظافة ومشكل عن الإنارة العمومية ومشاكل أخرى أنا نقول باللي اليوم لازم أن مدى ما يجي فرصة في 2017 أنا باش نقول نفس الكلام الذي كان يقول في صيد الوزير الأول لأنه حقيقة هذا هو الشيء اليوم لما نجيه في 2017 على المواطن الجزائري على الناخب على الناس أنهم يختاروا الناس اللي لازم باش على الأقل يوصلوا بهم إلى مصف البلديات والدول يعني اللي هي محترمة ومتقدمة في كامل الجوانب بما فيها الجانب الاقتصاد الوزير الأول قال بأنه يجب على البلدية أنه تعتمد على نفسها ما الذي تم يكونه أنتم من أجل ربما ضمان هذا المطلب الذي طلبه الوزير ما هي يعني خلينا نتكلم على الواقع لأنه ما هي الإطارة 1-2-3 ما هي الأمور التي يمكن من خلالها يعني كسب المال للخازنة البلدية شوف أنا نظن باللي سيد وزير الأول وزير الداخلية وكامل الناس المتدخلين يعني أنت الحكومة نظن باللي يركزوا على عامل الإصلاحات يعني نتكلم على إصلاحات جبائية في قانون المالية 2017 من حيث أنه البلدية رح يصبح عندها يعني أكتر مداخل جبائية وتحصل أكتر مداخل كي الأمر تثمين المداخل تلك البلدية بما فيها ما عندها محلات وأسواق ومرافق وكل شيء هذا لازم نأكد عليه وحنا بصدد تسويية العقار تعل الأمور هذه باش المداخل تثمين كي الأمر اللي أخو لي هو قانون سفقة العموية وتفوض المرفق العام لـ 2015 2047 اللي جاء في ديس عام 2015 لإعطاء الصلاحية تفوض المرفق العام على المستوى المحلي والمستوى الوطني لكذلك ممكن أنه يدير مداخل تقدر تكون كبيرة على البلديات مع هذا لازم نعود الكلام اللي مشات له الحكومة هو أنه خلق الميكروزون خلق يعني المناطق النشاطات اللي لازم كي الكثير من البلديات عندها إمكانيات بما يخص العقار لازم في البلديات هذه ركزوا أنه نحطوا فيها يعني مناطق نشاطات اللي هي راح تصبح يعني كما نقول إحنا أقطاب تعالى التشغيل تعالى المداخل الجبائية تعالى الدفع بسيرولة يعني السيرولة العامة يعني الديناميكية العامة في البلدية هذه كذلك لازم نتكلموا على العقار المسترجعة نقول لك مثلا في بلدي سيديموسا استرجعنا أكثر من هكتار ومئتين اللي كانت يعني الأرويق الجزائرية يعني تعالى السابق اليوم راح يفهم سنع راح يدخل في جنفيه هذا راح يدخل في الانتاج راح يخدم مئتين وسبعين عامل وراح يقدم يعني مادة اللي هي الامبورتاشون اكسلزيف تعالى الاستيارات اللي هي الافارين صانغلوتان اللي هي راح تعطي كذلك أمر وحده نظن بهذه العوامي الكامل لازمها تجتمع لازم كذلك الرئيس البلدية يكون عنده الحرية في التصرف كذلك في الأملاك نتاعه باش على الأقل عن طريق المداولة تنتاع المجالس يعود يعني يرفع سعرتها بما يعادل السعر انتاع السوق الآن باش على الأقل كان فيه جدل مؤخرا حول المحلات يعني لتابعة البلدية التي يعني يعني تم كراءها بأثمان زهيدة جدا أثمان رمزية هل تم تسوية هذه الأمور لأنه الحديث عن مثل هذه الإجراءات سمعناها من قبل لكن هل تم تطبيقه الآن على أرض الواقع مثلا على مستوى بلديتكم يعني لا أريد إحراجك ولكن هل تم فعليا تطبيق هذه الأمور هل تم شروع في إجراءات اختار مثلا المستفيدين هذه المحلات أو شغليها إلى غير ذلك شوف لازم نوضح شيء مهم جدا هو أن المحلات هذه وزعت بناء على مرسيم وبعدها يعني بعد ما توزع من الليجان تاعة الضائرة ويتم تقارى الاستفادة من طرف الولادة المنتدابون ورؤساء الضوائر في الولايات الأخرى الرئيس البلدية يمضي عقد مع المستفيد والعقد هذا بناء على مرسوم ويحدد طريقة الدفع على عشر سنوات المستفيد هذا الشاب اللي استفاد يخلص على عشر سنوات بثلاث سنوات لتسنوات أربع سنوات وهذا الأسعار ما هو رئيس البلدية ولا البلدية اللي حددها ولا المجلس البلدي حددها المرسوم وبناء على عملية تقييم قامت بها مصالح أملك الدولة اليوم هذه المحلات اللي رأي مكرية أنا نظن ما نقدرش نعاود ونثمنها إلا إذا كان كين قانون ولا مرسوم ليعيد النظر يعاود يضغل المرسوم هذا ويعيد النظر في عملية التقييم تعل المحلات هذا لأنه ما هوش على مستوى البلدية ولا على مستوى الضاري دارية ولا على مستوى الولاي اللي اندارت هذه هذه باش نكون واضحين إعادة تثمين تعل المداخل هذه أو إعادة رفعها هذا يتعلق بمرسوم آخر ولا بتصحيح الأمر هذا المحلات اليوم لازم نقولها يعني نكون صارحين كين بلديات وين بنين مية محل هي طاقة لتشغيل تاحها ولا طاقة لتعالي استفادة من آخر هي أقل بكثير مية محل هدية حطينا المحلات هذه ربما في أماكن وين ما هيش جذابة بالنسبة يعني بالنسبة للجانب التجاري هذه الأمور نحن قاعدين نعمل فيها على مستوى البلدية يعني الناس اللي يقولون ما فتحوش الغينة اللي استفادة تنتحهم وعوضنهم بناس أخرين والمحلات اللي ما لازم مغلوقة رح نعاود نوزعها باش على الأقل تكون كين استفادة وفي حالة يعني القصوى كامل رح نحوله حتى يعني طابع من طابع يعني تجاري لطابع خدمات تستفاد منه البلدية كين أحياء وين مثلا ما عندناش ما عندناش ملحقة البلدية نستعملها كملحقة بلدية لتقريب الإدارة من المواطن لكن مصالح أخرى يعني الخدمة العمومية مثل الكهرباء ولا الماء ولا الهاتف والناس لازم يدفعوا باش نقربوا كذلك الخدمة العمومية رح نحولوا للاستعمال تحاول ما نبقوش ننتظروا فقط في هذا المحلة هذه حتى أنها تروح وتزولوا وهذا الشي غير مقبولة طيب بالنسبة يعني المباني التابعة للبلدية أو حتى المرافق العمومية لأثار حولها كذلك أنه يمكن يعني توجيهها للخواص أو فتحها للخواص من أجل استغلالها هل تعتقد بأنه البلدية لا يمكنها أو الرئيس البلدية في الجزائر لا يمكنه التحكم ويعني إدخال الأموال من هذه المرافق العمومية عوض توجيهها للخواص لماذا لماذا لا نتحدث عن هذا في الجزائر والله غير شوف هي قضية يعني نمط تتسير كي يختار نمط تتسير المباشر وكي يختار نمط تتسير غير المباشر كي لك كانت البلدية بإمكانياتها البشرية هي عامل مهم جدا في التطور تعل المجتمع وفي التطور الاقتصادي لأنه لازم نقوله بالمورد البشري هو أهم حاجة يبنع لها أي تطور كان لمستوى التأطير في البلديات أحسن بلديات هو في 12-14% أنا أقول لك باللي في البلدية سيد موسى طلعنا من 4% في سنة 2013 إلى 11% في 2016 وهذا بفضل يعني التعاون تعلج الجامعة بفضل التعليمات وبفضل يعني التسهيلات اللي لقينها باش أطرنا البلدي أنا أقول بلي هذا المورد البشري اليوم هل ترى ره يسمح لك أنك تدير تسير المباشر لأملك نتاعك ولا ما يسمح لك شانا نظن بلي اليوم نكونوا واقعين لكن ما هوش التأطير البشري والإمكانيات البشرية اللي عندك ولا الإمكانيات المادية اللي عندك ما تسمح لك شانا كتير الأملك ما هوش عيب أنك تفوضها في إطار القانون عن طريق تفوضات المرفق العام ولا عن طريق الكراء عن طريق المزايدات إلى الخواص اللي ممكن رح تدرع لك مداخل لانت لما تسيرها مباشرة لما تقدرش تدرع لك مداخل هذه بسؤال آخر يتعلق بتشريعيات المقبلة كيف يمكن أو ما هي المهمة التي تنتظركم في الموعد الاستقاق المقبلة أنا نظن باللي كبلدية نحن في كل استحقاق انتخابي عندنا استعدادات نقول نديروا هذه الاستعدادات تبدأ بالمراجعة على القوام الانتخابية لليوم نهاية مرحلة الطعون تاحها نظن باللي المراجعة هذه مشات في ضروف جيدة ضروف بعدها رح يكون كاي المراجعة استثنائية بعد الاستدعاء على ناخب 90 يوم قبل الانتخابات كما يقول دستور مطالف الخمطانيس الجمهورية بعدها رح ندخل في التحذيرات اللوجيستيكية التي تتعلق بكل ما هو تأطير الانتخابات هذه وكذلك كل ما هو تحذير المراكز الانتخابية وكل ما يتابع ذلك أنا نظن باللي هي ميشة عملية جديدة بالنسبة الكامل البلدية على الوطن نظن باللي هي انتخابات لكامل البلدية متعودة عليها وفي كل مرة كانت تسير في ظروف جيدة إن شاء الله هذا العام ما رحش يكون حتى يشكال إن شاء الله أنه في الحملات الانتخابية رح يرقى هذا تمنيتنا أنه يرقى نقول هذا الدستور يعني الخطاب للانتخابي إلى ما صاف ما ينتظره المجتمع والشعب الجزائري خصوصا في الجانب الاقتصادي شكرا جزيلا لك سيد علي البثلجة رئيس بلدية سيد موسى كنت أضيفي هذه الصباحة شكرا على هذه ترجمة نانسي قنقر